الاضطرابات الجوية التي تشهدها أغلب الولايات الشمالية للوطن والتي صاحبها تساقط المعتبر للأمطار والثلوج أدت إلى عزل بعض القرى والبلدية والمداشر وخلفة صابت جراء حوادث المرور كما تسببت في انهيارات للطربة مثل ما حدث ببلغ بالعاصمة لحسن الحظ لم تسجل فيها خسائر بشرية فيما يخص حالة الطرقات على إثر تقالبات الجوية الأخيرة فقد تم تسجيل قطع الطرقات في عدة ولايات من الوطن أهمها تيزيوزو البويرا وجيجل ولاية تيزيوزو الطريق الوطني رقم 15 مقطوع بقمة سيرورذا بلدية عين الحمام الطريق الوطني رقم 30 مقطوع بقمة سيزين كولان ببلدية بن يني الطريق الوطني رقم 33 مقطوع بقمة سيزين كولان ببلدية إيبورادا باتجاه تيجدا وفي ولاية البويرا الطريق الوطني رقم 15 مقطوع بقمة سيرورذا بلدية غبالو الطريق الوطني رقم 30 مقطوع بقمة تيزين كولان ببلدية سحاريج الطريق الوطني رقم 33 مقطوع بقمة آسول ببلدية سحاريج الطريق الوطني رقم 33 مقطوع بقمة تيزين كولان ببلدية ججدا بسبب تراكم الثلوج ولاية جيجل الطريق الوطني رقم 135 الرابط بين بلديات براب والعنصر مقطوع على إثر إنهيال جزئي لجسر الملاقي ببلدية العنصر مفارز الجيش الوطني الشعبي تدخلت بيتلمسان من أجل فك العزل عن المناطق المتضررة على إثر تساقطين للثلوج وذلك بفتح الطرقات المغلقة خاصة الطريق الوطني رقم 99 والطريق الولائي رقم 106